مرحبا حضراتكم في الفقرة الأخيرة وزي ما احنا متعودين تبقى فقرة عن التغذية والنهاردة هنتكلم عن ملف شوية يعني مش مختلف بس التأثير بتاعه هو المختلف هنتكلم عن يعني تأثير السمنة على حياة الشخص عاطفيا وعمليا إزاي ممكن يبقى لها تأثير سلبي إزاي ممكن تخلي الإنسان تعيس إزاي ممكن قد تصل ليه زي ممكن تقول حضراتكم في حلقات سابقة السمنة قد تؤدي إلى الوفاة يعني دي بحسب دراسات كتيرة جدا كانت مؤخرا كمان معمولة فهنعرف كل ده والتفاصيل كمان بس خلينا نرحب بدكتور ريام الحياوي اللي من ورانا استشاري التغذية العلاجية سباح الفل وموضوع مهم جدا وناس كتير ما بتبقاش فعلا عندها هذا الوعي من فكرة أن السمنة ممكن مش بس تبقى شكل وحش لا هي كمان لها تأثيرات سلبية جدا على حياة ونفسية الشخص كتير جدا أنا عايزة أقولي أنا هواند أنا يعني مؤخرا مش بعالج السمنة كمشكلة مقاس أن حد زمان كان دايما السمنة في منظور معظم الناس أن احنا عايزة أخذ يا دكتور عشان راح أفرح عشان أنا فرح يقرب يعني أن هي حاجة دايما رفاهية أو شكليات عايزة أقولك دلوقتي السمنة للأسف هي عائق أو حاجز منيع بالناس كتير وتحقيق أحلامهم ناس كتير أن هي توصل لشخص بتحبه وأن هي تكمل حياتها الزوجية على فكرة وده دور كبير جدا ما نقدرش نتغافل عنه أن حالات طلاق كتير جدا بتحصل نتيجة أنت عندك سوشيال ميديا الناس كلها قدامك أمر وحلوة رجالة وستات فبالتالي أنت دايما طول الوقت تعنيكي عايزة تشوف شريك حياتك أو شريكة حياتك دي بصورة حلوة وده على فكرة يعني مشروع ومش عيب خالص فبس بقى عامل مشاكل كبيرة جدا يا نهوان طب إحنا عايزين يعني دورنا بقى كده كترة نحنا مش بس بنحقق نزول وزن نسبة بصيلها مزان رقم على مزان أنا حققته لا أنا بحس أن أنا أنقصت حد عملت له هدف في حياته ووصلت الحاجة نفسه فيها شغل حياة عاطفية نجاح حياة زوجية مهددا هي ما تكملش وده فعلا بنقابله كتير جدا في عيادتنا نيتي بتعاملي الجانب النفسي وده اللي خلاني على فكرة عملت ماجستان نفسية وعصبية جنب التغذية أسلا مش بشتغل ومش بشتغلوا كعيادة نفسية بس من كتر يعني هوان دم أنا حسيته بصورة كبيرة جدا إن العيانة أو العيان بيجي أو الطفل إحنا بنتكلم نفسيا من خاطب النفسية قبل قبل من خاطب الضعي لازم تبتدي تشوفي المشكلة النفسية إيه عند الشخص فأنا دلوقتي النهاردة عايزة أقول الحل إيه الحل إيه إن إحنا نحل مشاكلنا النفسية والعاطفية المرتبطة بشكل كبير إحنا شايفين نفسنا إزاي خلي بالك هو بس عايزة أقول لحضرتك على حاجة هي القصة مش إن أنا شريكي يقبالني على قد ما أنا أبقى مرتاحة مع نفسي يعني أنا مش هبقى أتقبل نفسي أولا يعني أنا مش هبقى عايزة أخصة عشان حد يجي يعجب بي أو إن أنا شريكي ما يروحش لحد تاني أو يتركني ده كله ده يعني بس ده لما يحصل وإنس واسطة في نفسك حاجة تانية ده ملوش معنى بأنه ده لو حصل أصلا إحنا مستغنين عن الشخص بس في الأول وفي الآخر إحنا لازم نكون عشان نفسنا بس بس أبقى بصة في المراية رضي عن نفسي هي دي النقطة أي عارفة من بصلا إيه أنا هوانت كمان هوانت يتقبولك لنفسك ده بينعاكس في تقبل الآخرين لكي سواء في شغل أو في حياة اجتماعية بس اللي عايزين نقوله أن أنت لما بتخسي ويبقى جسمك في حالة كويسة أنت أدائك في كل شيء حتى في مهامك اليومية كزوجة كأم كشبة بتنزل شغلها وبتتحرك كل شيء بيختلف طب إحنا عايزين نعمل إيه أنا هوانت إحنا بنواجه مشكلة كبيرة جدا وهي الشهية المفتوحة الشهية اللي إحنا كلنا اللي هي أطفال وكبار وصغيرين يا دكتورة أنا سواء في الشتاء ده بيجوع في الصيف إحنا في أجازات إحنا صفر إحنا صهر فنعمل إيه في الشهية أنا مبقيتش بطلب من الناس التزموا بورق الدايت فيها بطين وقطعة جبنة قريش وربع الغيف بلدي ده بقى كده وهم وحلم ده الدايت القديم لا ده الروتين الناس خش على النات أنا صاحبتي عملت مع دكتور دايت نظام كيميوي مش عارف إيه الحاجات بقى اللي كنا بنسمعها كتير قوي أنا مبقيتش بشتغل خالص نهوان دي كده مبقيت عايزة أوصل لأساس المشكلة وحلها فإحنا وبايو ناترل الشركة قررنا وإحنا والفريق طب كبير جدا إن إحنا نشتغل على منتجات كتير طبعا هي آمنة مرخصة من وزارة الصحة بس هي بتقفر أو بتغطي احتياجات شريحة الأسرة كلها إنتي كأم مسؤولة عندك أطفال عندك زوج عندك نفسك عندك باباكي وممتك الكبار في السن عندهم أمراض مزمنة زي السكر والضغط بتواجه مشاكل كتير فإنتي كأم مسؤولة تقدري النهاردة لما هتتفرج علينا تعرفي إن إحنا بنقدم لك الحلول لكل المشاكل طب إنتي النهاردة كأم هتبدأي بنفسك بقى عشان نحن نتكلم أو كشبة عشان قلنا الموضوع النهاردة نهواندي قالت إيه المشاكل العاطفية فهنبدأ بالمشاكل دي كلها طب هتعملي إيه وإنتي أصلا مكتئبة ونفسيتك وحشة وبتعاني من مشاكل كتير فشهيتك بتتفتح أكتر فنبدأي نخش في الدائرة المفرغة يعني 10% من الناس يعني 10% بتتسد بس دق أولي القوي نهواندي يعني دول بيحسدوا دول بقى أنتوا مكتئمين وبتخسوا طب يعني في ميزة لا إحنا مكتئمين وبنتخن فعمالين الدائرة تضيق علينا أكتر فالنهاردة إحنا نتكلم عن بايو ناترل والحل اللي بتقدمه إنه هو بيستا أو المجموعة العلاجية وهي بيستا وقلب مالتي فيد دي الحل الأمثل البسيط جدا جدا ليه بسيط يا دكتور علشان مش بيخاطب إرادتك مش بيخاطب الحرمان مش بيخاطب اللي أنا أقولك أعادي وسط أصحابك أو في عزومة أو في أي لما جميلة في الصيف كده وما تكليش لأ قدامك كل الأكل اللي معمول أشكال وألوان كل اللي أنت عايزاه بس أنا وقفت أصلا قدرتك على الأغض بكميات كبيرة وده عن طريق إيه نهواندي إحنا بناخد 3 أكياس يوميا من بيستا وطعمه لطيف جدا طفاح أغضر بنحطها لكباية مية وبناخدها قبل كل وجبة من نص ساعة لساعة على حسب على حسب إيه عشان فيه اختلاف في النقطة دي برضو عايز أوجيها لبعض الناس فيه ناس نوع ده نص ساعة غير ساعة يعني شعورها أن هي أفلت فعليا والبلون اللي هي الألياف من ردة الأمح والشوفان وكشور السيليم اللي هي عالية الجودة لأن طبعا جودة الحاجات دي يا نهواند تفرق جدا في نوع البلونة للكوانت جوا جسمي طيب أنا دلوقتي صنعت جواكي باللونة بجودة عالية الجودة دي عملت إيه أنا هواند خلت قدرتك على الأكل أنت قدامك بيتزاية صهرانين في الصيف وطلبين بيتزا أوردر ديليفري زريف ومبسوطين كنت في العادي هتأكل مع جوزك نص بيتزاية مثلا لأ أنا أكلت شريحة يا دكتور يعني أنا إيه فكرت أن أنا مدي إيدي على الثانية لقيت نفسي مش قادرة هو ده بالزبط دور بيستا إن أنا مش عايزة أقمع رغباتك ولا شهيتك ولا أمناعك من متع الحياة بس أنت تقدري توصلي لده بنفس هادية بسيطة وتأكل كل نفسك فيه حلو جدا يبقى إحنا هنا بنتكلم عن الشق اللي هو إزاي أنا أحاول محرمش نفسي بزا في نفس الوقت بيستا إزاي تأثيره بيكون بشكل إيجابي على البني آدم إنه هو ما بيحرموش بس في نفس الوقت هو بيخليك أنت اللي مش عايز تأكل بشكل كبير جدا وبالتالي أنت على مدار يعني وقت برضو مش هيكون طويل هتقدر أن أنت توصل للوزن اللي أنت عايزه وده أكيد تأثيره زي ما كنا بنتكلم إيجابي جدا على الحياة العاطفية والحياة العملية لأن زي ما كنا تكلمنا في حلقة سابقة ممكن التخن أو السمنة الزايدة تؤثر أن أنا ما لاقيش فرصة شغل لرجل أو امرأة كلمنا عليها مع بعض بكده أن إحنا للأسف أو مش للأسف هذا طبيعي أنه أنت إمج أي مكان أنا بخش أي مكان بأخذ منه أي خدمة أتوقع أن ألاقي شخص بيمثل مكان ده شكله لائق لبسه لائق نظافة كل التفاصيل دي بتفرق معنا جدا فأكيد أنا كصاحب عمل أو مكان هرفض أن الشخص الواقف ده اللي بيمثني يكون شكله غير لائق فطبعا فقداني الوزن ضروري جدا وبعدين بقى إيه مش هيخلينا مثلا لما اتنين يبقوا رايحين مخطوبين أو حاجة بقى لو هنتكلم العاطفية نطلب سلطات وكده هنطلب اللي إحنا عايزينه بس إحنا مش هنكمل أصلا الأكل بس إحنا بيكون معنا كل حلقة حالة أو كيس بتكون يعني من الواقع لناس جربوا هذا المنتج وإزاي كان له التأثير إيجابي على حياته مفرق بشكل كبير بعد ما فقدوا للوزن خلينا نتابع ونرجع نكمل احكي لنا قصتك مع باستا وإزاي ساعدتك تخص أنا اسمي علي جمال محمود سنة 24 سنة كنت 115 ودلوقتي 85 كيلة أنا قبل ما استخدم بيستا مكنتش بقدر أتحرك مكنتش بقدر ألبس صحابي كان بيجوا مثلا يقولي يلا نلعب كورا ما كنتش بقدر أروح عشان كنت بيبقى في صعوبة عندي في الحركة فكنت محروم من حاجات كتير قوي بس بعد ما استخدمت بيستا كل حاجات دي تحلي أنا كنت بستخدم بيستا قبل أكل بنص ساعة يوميا كان بيحسسني بالشبع وكنت بيأكل كل اللي أنا عاوزه وما كانش عندي مشكلة في الطعم نهائي لأنه طعمه كان طعم التفاح كأنني باشرب عصر بالزر كنتش محروم من حاجة نهائي أنا كنت بأخذ بيستا بس كنت بأكل بكميات قليلة لأنه بحسسني بالشبع لمدة طويلة وأنا الصراحة بنصح أي حد عاوز يخس أو عنده سمنة لن يجرب بيستا طيب فيه ناس ممكن تيجي تقول أنا دلوقتي عايز أفضل حل علشان أقدر أن أنا أنزل في الوزن وفي نفس وقت ما رجعش في الوزن تاني وفي نفس الوقت يبقى شكلي هالفي فهل بيستا من وجهة نظر بقى دكتور هامو ممكن تردي على الناس دي أنه هو المنتج الأفضل أو المنتج لأي شخص بالمواصفات اللي أنا قلتها بيكون فعلا بيستا الأفضل ليه كاختيار أنت حريك عارفة الاختيارات كتيرة جدا في المنتجات اللي زي كده منها اللي بيلعب على المخ منها اللي بيلعب على ضربات القلب منها السليم ويمكن بيستا بينطبق عليه آخر نوع يعني فهي نعرف منك طيب خلينا نتكلم عن بيستا وشركة بايو ناتشرل بالأخص وحب أأكد ليه لأن بايو ناتشرل بتوفر مجموعة كبيرة جدا متنوعة من المنتجات اللي هي مرخصة من وزارة الصحة موجودة بالصيدليات وطبع من خلال الأركام اللي تظهر على الشاشة لشركة بايو ناتشرل تقدر توفر لكم كل أنواع المنتجات اللي تناسب المراحل السنية والعمرية ولو عندنا أي مشاكل صحية أنها عند طيب أنا قلت أول حاجة أساسية كشخص أنا مش طبيب عايز أتأكد أن حاجة دي كويسة هي مرخصة من وزارة الصحة أنا كده المنتج اللي ظاهر قدامي على الشاشة ده اتعام عليه كل الأبحاث والتجارب ككواليتي وككل تفاصيل إنه هو شيء أولا إفاكتف كان بقى جزء أولا من السؤال والرد عليها الحالة اللي كانت موجودة معنا وهي علي علي ده شاب لطيف جدا جدا كوميدي كان جايلي وزنه كان شابي كده ووزنه إيه زايد بس شخصية لطيفة ودمها خفيف جدا يا دكتور أنا أصحابي بيلعبوا كورة كل يوم خميس بالليل دي الصهرة بتاعتنا إن إحنا نقعد على القهوة ونروح نلعب كورة أنا بقعد أتفرج أو بقعد هو كان بيقولي كده بتكور معهم وخلاص ودايما النتيجة بتكون عندي إصابات يا دكتور لأن جسمي تقيل جدا جدا كان بيقاوح يعيني هو إن هو يلعب كورة معهم بس النتيجة أنه كان دايما بيجيله إصابات في رجله في الأربطة نتيجة إن وزنه زايد جدا إن هو يلعب كورة طيب فهو كان جايلي يا دكتور أنا دايما أنا الصديق بمناسبة بقى أنا بنتكلم النهاردة عن الجزء العاطفي برضو كان ضمنه هو كوميدي ولطيف جدا يا دكتور أنا كل البنات واخداني أخي ليه أنا عايز أخطب زميلة لي بجد أو ألالي كده فأنا بقولك هو إحنا عندنا نمازج كتير جدا من الحالات بتعرض لك الواقع اللي إحنا عايشين فيه إن شاب عايز يعمل أبسط الحاجات الطبيعية جدا إن هو يمارس كورة مش بصورة بروفاشنال هو بيلعب كل خميس دي الموتع عنده إنه مارس رياضة يلعب كورة قدم مع زميله من الشغلة أو من المنطقة وإن هو البنات اللي هو معجب بيهم وممكن عايز يتقدم لها يخطبها كلهم شايفينه أخ يعني نتيجة السمنة للأسف دي النظرة يعني اللي خلينا نقول إنها الكومن نشوفها صح أو غرض بس أنا بنتكلم في الواقع فهو كان عنده الهدف الرهيب يقولي يا دكتور اعملي أي حاجة أنت والفريق عندك أنا هلتزم بجد بس يعني حاولوا تريحوني في الدايت عايز أقولك أنا ما ديتوش دايت يعني أنا عارفة إنه مع كميات الأكل هو حكهالي وأسلوب حياته عشان تديله ورقة أنا عارف إنه هلتزم معي أسبوع مش هيكمل التاني وأنا عايز أحقق له حلمه عايز أشيل العائق أو الحاجز الواقف بينه بين حاجات كتير هو عامل له ديء شوية نفسيا فاتجهنا البيستا إحنا والفريق الطبي أو بايو ناترل ووفرت له الكورس الأنسب لي لسنه والمشاكل الصحية اللي عنده خدنا بيستا كان بياخده ثلاث مرات في اليوم كيس قبل كل وجبة على كباية ميا يعني ممكن ياخده على الريق في كفطار بالضبط كده قبل الفطار لإنه هيخليه لما يجي يوعد بقى ياكل وجبة الفطار اللي هو كان متعود يدوس فيها جامد جدا يكون ثلاثة أربعة ترغيفة بلد يا دكتور وحكالي بقى يعادي على الريق ممكن ناخده بالضبط بالعكس ده كويس جدا لإنه أليف فبالعكس هو هيسد الشهية وينظم حركة الأمعاء كبداية لليوم بتاعنا مع كبايتين ميا يا سلام يا سلام بقى وإحنا خدناه وشربنا بعديه من كباية لتنين ميا قللنا كمان الحجم اللي باقي في المعدة بتاعتنا مش بس كده هو شاب في سن لسه برضو أنا مش عايزة أعمل نقص لأنه كان بيأكل كميات كبيرة جدا يا نهوان حتى من البروتين الحيواني عوضت ده بأن أنا أديته ألب مالتي فيد فيتامين في كل الإحتياجات لسنه طرمه شخص ما عندهوش مشكلة صحية أنا ما عنديش نقص معين لو أنا والفريق لما تواصلوا على الأرقام بتاعت بايو ناترل وعرفنا بعد تنة تحليل عاملينها لقينا أن فيه نقص عندنا في حاجة معينة هنصلح النقص ده زيادة بمنتج تاني كمان مع قلب مالتي فيد لكن لو أنا شخص سليم الحمد لله ما عنديش مشاكل صحية كل حاجة عندي في الرينج الطبيعي هناخد قلب مالتي فيد هيعود نقص الكميات لو قللنا كميات أكلنا جامد كويس جدا طيب فيه ناس تانية ممكن يكون عندها بعض التساؤلات عن كم المية اللي احنا بنحتاجه في اليوم هل ممكن أخد مثلا كبيتين مية دافية على الرئيق هل بتخصي السراء دي كلها حاجات برضو متاشرة سؤال حلوة قوي نهوان ده أنا مبسوطة بالسؤال ده انا شعيش عايز أقولك أصلا ده بقى عكس الطبيعي تماما خلينا نتكلم عن الإجابة كاملة المية ضرورية يا جماعة المية هي بنزين الجسم هي الوقود اللي بيحرك الخلايا عش سوء عشان تحرق عشان تشتغل عشان تصنع فما ينفعش أحرم جسمي منها وأقول رفاهية أنا ما بحبش المية يا دكتورة مش موجود لازم نشرب من اثنين ونص لتلاتة لتر مية يوميا تفقنا دي حاجة نيجي بقى للمعلومة اللي انت قلتها اللي مجنناني عايز أقولك يعني اللي هي ايه بقى مية دافية على الرئيق يا دكتور بنقطة لمون دي بلاش لمون مية دافية مية دافية من منطلق يا جماعة المية دافية هتنزل عدون تعمل تشت سياحة هو العكس تماما هو اللي صحيح المية السقعة أو الفترة هي اللي بتحرق دهون طبية يا دكتور اشرح لنا عشان احنا عايشين طول العمر ده فاكرين ان السخنة هي اللي بتنزل تسياح الدهون بتاعتنا عشان بمنطقة البساطة جسمك بيحاول يسخنها عشان توصل لدرجة حرارة الجسم فبيبزل طاقة وانرجي عشان يدفي المية اللي انت بنزلها ساعة فبيحرق سعرات بمنطقة البساطة عشان بس ننسى هلو من الاول دافية ما عملاش اي حاجة شربنا مية وخلاص لكن المية السقعة بالعكس ساعدت كمان على زيادة معدل الحر اللي بينصحوا بالمية السخنة كان قصدهم كده طيب في حد ممكن يقول دلوقتي او كيسز برضو موجودة اكيد قابلت منها الناس اللي هي اوفر ويت اللي هي عندها قسمنا يعني بيلجأوا ان هم يرتبطوا برضو بناس نفس الحجم يعني هم بيحلوا المشكلة بمشكلة تانية اللي هو دي اللي رديت بيا فانبنت مش بتعالج المشكلة دا انت بتراقم المشكلة فاكيد قابلت ناس كده مهدي بقى يعني هوا ما هوا دي الدايرة اللي أنا لسا بحكيلك عليها يعني كده هم الاثنين صعب جدا بالذات احنا مش بتكلمك على علي علي شابهو مثال حيب انا بتكلم عليه النهاردة وبحكي قصته انهو كان بواجه مشكلة في الارتباط انهو ما شايفينه اخه عشان هو ممتلئ للأسف سواء ده صح او غلط بزا اللي بيحصل في الواقع انا مش ضد على فكرة ان انت ممتلئ ويه ممتلئ او تتجوزوا ده بالعكس حاجة كويسة جدا بس حاولوا بقى تشجعوا بعض انتوا بقيوا عندكم حاجة مشتركة قاسم مشترك خدوا خطوة وعايزوا اقولك بتقابلني كتير الحمد لله برضو في العيادة ومع الفريق في بايو ناترل بجد دي حاجة بتبسطني جدا جدا وبكون حريصة عايزة اقولك لو مشوارهم طويل شوية عندهم 50-60 كيلو واحنا قلنا طبعا عزينا اكد على معلومة ان بيستا بتنزل من 8 ل 12 كيلو شهرين يا نهاواند ده البساطة فانا لو شخصة عندي 50 كيلو زيادة في الوزن بتكلم في من 4 ل 5 شهور حسب انا رجل ولا سيدة طبيعة اكلي شكلها ايه حرقي اساسا شكله ايه سني ايه فلو انا خصيت في 5 شهور احنا الحمد لله بيستا وبايو ناترل حريصة ان المنتجات يكون سعرها اقتصادي لان خلي بالك ضغوطات برضو هيبقى عندك اولويات في البيت ولا انا اخصص نفسي هتقولي اولويات البيت فاحنا كنا حريصين على ده عايز اقولك انا اوقات لما بيقابلني حالات زي دي زوج وزوجة او ام وبنتها زي ايا برضو كنتكلمت عليها في حلقات سابقة ومشوارهم طويل شوية بحاول عمل لهم حاجة تساعدهم شوية ان يعني نتشجعوا بحيث ما يبقاش العب المادي هو السبب ان احنا نوقف المشوار بتاعنا يعني عايز اقولك ما عنديش مشكلة بس هنرجع تاني ان السبب في اللي انتي بتقوليه ده هو ان انا بلاقي رفض من الاشخاص نتيجة السمنة او المرض بقى ان هي مرض في الحالة دي مرض السمنة اللي مشاكله بتكون كتير جدا واولها المشاكل النفسية صح طيب الوقت بيجري فحبا ان احنا نحاول نروح لكل الزوايا يعني خاصة بهذا الملف ممكن شخص يكون مصاب بالاكتاب لأي سبب ان كان عاطفي عملي اثري اي سبب يكون اصلا ما عندوش القدرة انه هو يساعد نفسه فبالتالي اللي ماجي انا اقوله انت بحتاج تخسه ولو خسيت دي هتبقى بداية الخطوات نحن هيا افضل وغيره تلاقي نفسيتك تحسنت فهو قصلا مش هيبقى سامعك فازاي بتتعاملوا مع الكيسز اللي هي الناس اللي هي فقدة الرغبة في اي حاجة في الدنيا وسايبها الامور زي ما هي ورادية باللي هي فيه خلاص بنحقق ده بنتائج هو ما بياخدش فيها اكشن انهو بيكونش شخص ايجابي انت بتتكلمي عن شخص الوقتي هو شخص غير ايجابي بالزبط مش نتيجة حاجة عشان ما نميش عليه اللون بس هو عنده مشاكل نفسية عملاله حاجز في الموضوع ده طيب وخلي بالك مر بتجارب او محاولات للتخسيس كتير وفشلت فده برضو خلي بالك تراكمات طيب احنا هنعمل ايه او احنا بنعمل في بايو ناترل كلنا بنحل المشكلة دي ازاي بنتي بتدي حل بسيط هو بيمنعوا بيقفلوا الشهية غصبا عنه ما بنشتغلش على المخ طيب دي اول خطوة هنا هون اديت الفيتامينز طيب يا دكتور الفيتامينز دي علشان ما يحصلش المشاكل بتترتب على فقدان الوزن مش بس كده هنا هون احنا فيه فيتامين دي نقص فيتامين دي عند تلت تربع المصريين بلا مبالغة بيؤدي الى ان معدل الحرق بيكون قليل وحالة الفتيج والتعب والاكتئب فانا لما بديكي الحاجات اللي انا عارفة السلينيوم والزينك والفيتامين دي كل العناصر دي بديهالك في كورس بايوناتك قررت ان اي تديك حل يعني فعال فعلا احنا ما كناش بنهزر كنا مقررين ان انا عحللك المشكلة من جزرها لان انا عارفة ان الجزء النفسي التعب الارهاق فكرة اصلا ان انا عندي نقص فيتامين دي فمرهاقة وتعبانة بتخليني حتى ما عنديش استعداد انزل اتمشى في نادي اتمشى مشوار ما عنديش الطاقة لدل عشان ننقل فيتامين فانا صلحت لك كل العوامل اللي حوالين فكرة فقدان الوزن علشان تخسي حتى لو انت شخص ما عنديكيش الموتيفاشن ما عنديكيش الارادة شخص واقفة في مرحلة ان انا سلبي تجاه نفسي وصحتي انا بحل ده بالمتابعة كمان يعني مش بس ان انا اديتك المنتجات المزبوطة المرخصة من وزارة الصحة اللي هتساعدك في حل المشكلة كلها انا اديتك متابعة اسبوعية في فريق طبي كامل على ارقام اللي ظهر على الشاشة من فريق بايو ناترل من اخصائيين التخزية هيتواصل معاك اسبوعيا عشان يتابعك ولو النتائج مش اللي احنا عايزينها هنبتدي نضيف حاجات تانية هنبتدي نعدلك في الخطة العلاجية بتاعتك رائع ومجد استفدناك العايدة انا وارسينا دمتالي شكورك جدا جدا وزي ما سمعنا كده وبنسمع دايما من الفقرة التبية يعني كل حاجة ليه حل بس مهم جدا يبقى عندك ارادة ما ينفعش ان انت تستسلم او تقول انا ما فيش حاجة جربتها ونفعت دايما هتلاقي في حل ودايما هتلاقي في حاجة هتجربها وهتنفع فمهم ان احنا نخلي بالنا من صحتنا في الاول في الاخر لقصة مظهر ولا قصة تعاطفة ولا قصة عمل الواحد لازم يحافظ على صحته يبقى هو راضي عن نفسه المشكر حضراتكو على متابعتنا ونشوفكو في حلقة جديدة وعشرة صبح في الاهل اشتركوا في القناة